اشتركوا في القناة اقول مباشرة نحو الجزائر الرئيس الجزائري يتير سخرية العالم نينسون مانديلا جزائري الناطق الرسمي باسم الوداد البيضاوي سنقول كلمتنا في كأس العالم للأندية واليكم التفاصيل خادر كلا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو ورئيس الكاف باتريس موتسيبي المغرب قبل قليل علامة طائرة خاصة ويتوجه انفانتينو وموتسيبي الى الجزائر في رهلة طيران مباشرة لحضور حفل افتتاح بطولة الشان بعدما حضر اليوم قرعة كأس العالم للأندية بمركز محمد السادس بن ريباط طائرة انفانتينو وموتسيبي خرقت حضر الطيران الذي اقرت الجزائر على المغرب وهو ما تسبب في غياب المنتخب المغربي رسميا عن الشان اتارت تصريحات الرئيس الجزائري حول زعيم جنوب افريقيا الراحل نيلسون منديلا الكثير من السخرية بوسائل التواصل الاجتماعي عبر العالم وصرح الرئيس الجزائري على هامش تدشين ملعب نيلسون منديلا امس الخميس ان الزعيم الزوري نيلسون منديلا جزائري مضيفا بان منديلا سبق له ان اكد ذلك بنفسه وتابع ان الرئيس الجنوب الافريقي نيلسون منديلا قد التحق بالتورة الجزائرية وشارك الى جانب التوار الجزائريين سنة 1961 ليتعلم اسلوب القتال ونقله لبلده من اجل اسقاط العنصرية القائمة انذاك بجنوب افريقيا وقال ان الجزائر دخلت في مرحلة تتبيج الانتماء والزعيم الراحل نيلسون منديلا صرح بنفسه انه يعتبر نفسه جزائريا واستقبل الرئيس الجزائري الخميس بالجزائر العاصمة زويري فيل منديلا حفيد زعيم جنوب افريقيا الراحل نيلسون منديلا تصريحات الرئيس الجزائري لقيت سخرية عالمة بمواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم وبالداخل الجزائري بعدما تبين انه زور عدد من الحقائق المتعلقة بالتورة الجزائرية وعلاقتها بنيلسون منديلا اقر محمد طالع الناطق الرسمي باسم نادر وداد الرياضي بقوة الهلال السعودي خصم الفريق الاحمر في الدور الثاني من كأس العالم للاندية المغرب 2023 مواربا عن جاهزية كتيبة المدرب المهدي النفطي للمشاركة في المصابقة وقال طالع في تصريح لوسائل الاعلام الوداد يضع جميع منافسه في خانة واحدة قرع وضعتنا امام فريق كبير فعلا ولكن الوداد ايضا فريق كبير مدرب الوداد السابق واليد الرقلاقي الذي توي جمعه بعصبة الابطال الافريقية الاخيرة هو ثالث احسن مدرب للفرق في العالم جمهوره توي جك احسن جمهور ومدربه هو الذي قاد المنتخب لنصف نهائي المونديال كل هذه المعطيات لا يمكنها الا ان تعطينا نفسا وطموحا كبيرة يضيف طلال واختتم ان شاء الله سنقول كلمتنا في مونديال الاندية اكيد ان يصاب لاعب مثل زهير مترجه هي ضربة كبيرة للمجموعة ولكن هذا الفريق يضم اكثر من 30 لاعبا والكل مستعد لتقديم الافضل ونتمنى ان نحدوا حدوى المنتخب الوطني دمتم بخير والى اللقاء